اشتركوا في القناة خليفة بن سالم اهلا سهلا بك مرحبا نجيز زهيري مساء النور الليلة نستقبل وكل من ياسين عزيزة المستشار القانوني لوزيرة شؤون الاجتماعية مالكة زهير لكن ايضا في الجزء الثاني بش نحكيه على ندرة المياه نحكيه على المنظومة المائية وشنية الحلول المطروحة حاليا ويحضر معنا حسين الرحيلي المختص في التنمية والموارد الطبيعية ويحضر معها عبدالله الربحي الخبير في مجال المياه وكاتب الدولة السابق للموارد المائية وصيد البحري انطلقت اليوم رسميا اشغال الليجان المنظوية تحت مبادرة الانقاذ الوطني بحضور الاتحاد العامة تنسي للشغل عمادة المحامين الرابطة التنسية للدفاع عن حقوق الانسان وايضا المنتدى التنسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا واكد الامينة العام للمنظمة الشغلة نوردين طبوبي اكد ان الليجان تنقسم الى سياسية واقتصادية واجتماعية باشتعقبها جلسات لتعميق النقاش حول مختلف المحاور كما باشتنفتحها على المجتمع المدني والشخصيات الوطنية بقية التصريح نسموه مع بعض احنا قسمنا الى ثلاثة الليجان لجنة اقتصادية ولجنة سياسية ولجنة اجتماعية وبعد ذلك منها هناك جلسات سنلتقي فيها كل المحاور للنقاش وتعميق النقاش ثم بعد ذلك ننفتح على مكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لمزيد التعمق لبرولت منها التصور يكون شامل باش يقع السياغة برنامج يكون متكامل كان فيه كثير من العقلانية فيه الاستقلالية كما قلت الهدف الرئيسي اللي هو يربطنا هو كيفية انقاذ تونس اللي يهمنا في اللي يحكم مش يتصور اليوم واللي يهمنا في اللي عارض اشن يتصور انتعب مخلاف الحوار اشنون يعامل اشنمشوا للتحارب لا مايش تقافتنا كاتوانسة وان مش نمشوا اخر الانهيار الاقتصادي اللي نشوفوا فيه في عدة تجارب لا كيف كيف ملجمش نقبلوه فاحنا في اللحظات الاخيرة للانقاذ من جانبه اكد الامين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل سامير الشرفي اكد انه الاحزاب السياسية لن تنخرط في مبادرة الانقاذ حتى لا تنقل لها صراعاتها وتنقضاتها وتنصف بذلك مضمين هذه المبادرة احنا المبادرة امتعنا اليوم من ناحية الاجرائية ما ينخرطش فيها الاحزاب حتى لا ننقل تلك الصراعات وتلك التناقضات الى المضمون المبادرة وقد ينصفها ومن ناحية اخرى راهو بشكون والحين نحن نؤمن بان حياة ديمقراطية سليمة لا يمكن ان تتأسس وان تقام في غياب الاحزاب السياسية وعلى الاحزاب السياسية ان تدرك بان الاتحاد وشركاء من اصحاب هذه المبادرة عندما اختاروا هذا المنح فخلفيتهم ليس خلفية اقصائية او اصالية بقدر ما هو توجه من اجل تأمين اقصى ما يمكن من اسباب نجاح هذه المبادرة بعد شوية بش نكمل مع تصريحات حاتم لمزي وعميد المحامين التونسيين لكن خلينا نتوقف عند تصريحات قيادي المنظمة الشغلة هل بهذه التصريحات وبجلسة الاولى اليوم وهذا الاجتماع الجزائري اتضحت ربما ملامحاته المبادرة الشكل المقلوش النهائي ولو جوسئيا لها خاصة انه شفنا المبادرة ستقسم الى ليجين مش يشتغلوا عليها العديد من الاسماء لكن على الاقل ثم حاجة متأكدين منها وقيلت بشكل واضح انه لما كان الاحزاب على اقل في الاوينة هذه وفي اللحظة هذه ضمن مبادرة الانقاذ هذه خلينا نذكر في البداية ان الاتحاد سبق له انه تقريبا شكل نفس الليجين لجنة للاصلاح السياسي ولجنة للاصلاح الاقتصادي ولجنة ثالثة للاصلاح الاجتماعي وكانت الليجين هذه اشتغلت على مدى ايام وافرزت وثيقة وثيقة اسلاح كانت قدم بها الاتحاد الى الحكومة لكن لم يؤخذ بكل هذه الاصلاحات الوردة في التقرير الليجين ومرة اخرى ايضا يقدم الاتحاد مبادرة الى رئيس الجمهورية وفي محاولة ثالثة هذه المحاولة المرة هذه صحيح تغيرت اطراف المبادرة بنضمام مكونات جمعية اخرى كما المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الحقيقة انا حبيت نرجع للكلام اللي صرح به سمير الشفي من عام المساعد كيقول الديمقراطية لا تستقيم الا بوجود الاحزاب هذه قاعدة عامة معروفة في العلوم السياسية وفي التاريخ العنضة السياسية الديمقراطية يعني تؤسسها الاحزاب وتضع اسسها على ارض الواقع الاحزاب وتساهم يعني من خلال الاعمال السياسية خاصة الانتخابات تشرحية ورئاسية وغيرها انا هنا نتسائل يعني الاتحاد قاعد يدفع نحو الحوار اولا اقصاء الاحزاب او ابعاد خلينا نقول ابعاد نحن ستعمل كلمة اقصاء ابعاد الاحزاب عن المبادرة هذه في كل ما هو اجتماعي اقتصادي سياسي المبادرة ستقدم بعد ذلك كما قالوا الى رئيس الجمهورية كيفاش بش يكون دور الاحزاب هل سيتم تتم دعوة الاحزاب فيما بعد للمشاركة او المصادقة او الموافقة او دراسة الاصلحات هذه هو نوردين تابو بي قال بالحرف من سابق لأوانه انه نحكيه على تشريك الاحزاب في هذه المبادرة حالية شوف المبادرة سيكون مش تقدمها الاتحاد الى رئيس الجمهورية هنا يعني خلينا نحن معناه اذا نحاولوا نشرحوا المشهد الحزبي في تونس ثم مجموعة من الاحزاب مساندل رئيس الجمهورية وفم شق اخر يعارض رئيس الجمهورية والدخل في خصومة معه يعني هنا نتكلم مثلا على سبيل المثال على الاحزاب المساندل رئيس الجمهورية هل ستتم الاستعانة بمواقفها باراءها هل بش تم استشارتها لحزاب هذه وقال لا يعني هل بش تكون مبادرة معنا مبادرة منظمات او جمعيات خالصة خالية من كل الاحزاب وقال لا يعني انطلقت سياغة المبادرة صحيح لكن فيما بعد الحقيقة انا ديما اشوف السؤال يعني شنو بش يكون مصير هالمبادرة نعودوا نطرحوا السؤال اللي اطرحناه عديد المرات مرة اخرى هل سيقبل رئيس الجمهورية بالمبادرة هذه هل سينخرط في اصلاحها هل سيقبل بالحوار ثم هل سيقبل بالحوار مع المنظمة تادي فقط وإلا بش يوسع الحوار ليشمن الاحزاب نواصل مع تصريحات عميدة المحامين حاتم لمزيو اللي يقول انه هاته المبادرة تسعى لانقاذ الوطن وليس لانقاذ ما قبل 25 جويلة او حتى ما قبلها لا هي جاية تنقذ مسار قبل 25 جويلة مسار قبل 25 جويلة ولا ما بعد 25 جويل نحن هذه مبادرة وطنية لانقاذ بلادنا خبراء هذوما هما اللي مش يحدوا المظامين بصفة نهائية واحنا اعطيناهم يعني حقيقة فرصة كبيرة مجال كبير للاعداد هال معناها الوثيق الثلاثة امتاحهم ومش تكون فما وثيقة تأليفية من لجنة سياغة نهائية نعم السقف الزنمني هو شهر اخر فيفري ان شاء الله تكون عندنا المبادرة بصفة نهائية مش كونوا الفيصل اللي مش ييفصل لها انه هالمبادرة هذية نافعة لبلادنا ولا هو الشعب التونسي في الاخير يعني اذا كان الشعب قراء هالمبادرة وشاف اللي فيها ايجابيات لبلادنا وشاف اللي فيها هي الانقاط وهي الحلول دونك ما نتصورش انه اولا سيد رئيس جوليان نتصور انه يتفعل ايجابينا معها لانه احنا معنا حتى غاية لا في السلطة ولا في قلب نظام العكم ولا في تغيير نظام احنا هدفنا هو انه نتموها الفترة الانتقالية بسلام نغيروا واقع بلادنا الحكومة ينزمها كذلك تغييرات في سياساتها وذي ملاحظة تغييرات في الوجوه اذا لازم نجيبه كفاءات جديدة مسألة تعرض او القول بان الحكومة تحتاج الى تغيير اخليفة هل حسب رأيك بش يكون مقترحة ذو اولوية في هاتي المبادرة مطلب دعوة زادة في نفس الوقت الاسماء اللي موجودة ولي شفناها في قائمة مطولة في اللي جانة الثلاث شنو قراءتك لها؟ وثم ياسر ما يتقال في علاقة بهذه المبادرة اللي ما عادشنا في اعتقادي مسألة مبادرة الحوار هي الانقاذ الوطني هناك مسافة بين فكرة الحوار والانقاذ الحوار نتحاور كأطراف لانتاج فكرة للإصلاح للتغيير لحالة الأوضاع وغيره الانقاذ فيه تشخيص مبدئيا كون الوضع يحتاج الانقاذ وهو في حالة من الانهيار يعني تقريبا المفروض أنه وقت نقوله الانقاذ هناك قوة سياسية تطرح الخلاص يعني احنا في حالة من الأزمة اللي ما عاد عندها حل إلا بديل آخر مجابة للبديل السائد طبعا الاتحاد والمنظمات اللي معاها معناها عمات المحامين والرابطة والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي في انتظار كما قال سيدة الأمين العام التحاق أطراف أخرى شكلوا ثلاث ليجين على مستوى معناها فني على مستوى كما قال سي سمير الشفي الجرائي باش تدرس التصورات الأليات الكيفيات بين ظفرين خارطة الطريق لإنقاذ هذا الوضع عبر شخصيات لحد الآن الشخصيات منعرفهم مش باعتبارهم خبراء أم باعتبارهم تمثيلية ما خطر كثير من الشخصيات تقريب معظمهم وما شخصيات ذوي رؤية ذوي كفاءة من الجانب فيهم العلمي القانوني والدستوري فيهم خبراء في الاقتصاد السادة الجامعين أصحاب رأي ووجهات نظر ولكن نحن هذا الاختيار نبدأ نفهمه هلو على جهة كما قلت لك كونهم خبراء وكفاءات ومجموعة كفاءات محتجة لهم المرحلة أم على جهة تمثليتهم ثم طرحت أسئلة على فيما يتعلق بهذه القائمة لماذا هؤلاء ولم يتواجد أطراف أخرى هل وقع معناها التشاور مع بعض الشخصيات الأخرى ورفضت أم لا يعني الآن ما نحن نتحدث عن مستوى السياسي والحزبي ولكن نتحدث عن مستوى ما عرفه تقليدين في بلادنا بالشخصيات الوطنية والكفاءات الوطنية وغير هل هناك فقط هذه الكفاءات الممكن أو ربما هؤلاء معناها تقريب قابلين بالمبدأ النظري اللي واضعوا لاتحاد العامة والشغل يعني أول مرحلي في علاقة بالسلطة لأنه سيد العميد يقول ما نشبش ننقذ 24 ولكن كذلك لن ننقذ 25 يعني كما أننا بصدد إرساء بديل جديد ثم نطرحه على القوى السياسية وعلى رئيس الجمهورية لأنه سيد سمير الشيف في وقت التكلم قال من الناحية الإجرائية بلا أحزاب مش من الناحية المبدئية أو المستقبلية قال من الناحية الإجرائية الآن ربما وجود الحزاب وهذا منتظر كان وجود الحزاب ربما نتحاول النقاشات والمحاولات والمقاربات إلى خصومات واحتراب وبالتالي يفشل المشروع بطريقة أو بأخرى لحدنا ما هيش واضحة كذلك معناها شنية مخرجات هذا اللقاء لأنه ربما هناك شخصيات عندهم شوية ميولات نحن كنقيموا نتابعوا باعتبار خدمتنا يعني متابعة الرأي العام نعرفوا أنه ثم هذه الشخصيات عندها مواقف ما هناك من من الشخصيات اللي عنده مواقف واضحة من مسار 25 جويلة من رئيس الجمهورية هناك مواقف أقرب ربما لمعناها منطق جماعة 24 جويلة اللي سميناهم طواز معناها 24 جويلة هي من ثم 24 إلى 25 إلى 26 قوى سياسية وحزبية واحتراب وصراع على السلطة يعني مش بضرورة كل هذه الشخصيات على مسافة من الحياة السياسية والحزبية مع احترامنا كما قلت لك لكفاءاتهم ولقدراتهم على إبداء رأيهم وحقهم زادة كمواطنين ليبداء رأيهم في شمال العام النقطة المتعلقة بتشريك الأحزاب وعدم تشريك الأحزاب معنا السؤال المطروح اليوم الأحزاب اليوم اللي داخله في خصومها مع رئيس الجمهورية ولي خلافها مع خلاف مبدئي ورفضت المبادرة هذه على أساس المبادرة هذه يعني معنات تعتبر رئيس الجمهورية جزء من حل الأزمة في الوقت اللي لحزاب هذه اللي جبت لخلاص وغيرها والخماسي ومجموعة من المنظمات والجمعيات اللي تعتبر أنه أي مبادر للحوار يجب أن تستثني رئيس الجمهورية به بعد الاتحاد بش يقع فيه إشكال بالتأكيد يعني هل بش يتوخى أسلوب انتقائي يعني انتقاء مجموعة من الأحزاب بش يعرض عليها المبادرة هذه وإلا بش يكتفيه فقط معنا بالتحاور أو بالنقاش أو بالنقاش حول مضمون المبادرة هذه مع الأحزاب المسند للرئيس يعني اليوم فما إشكال خليفة التوفى مع أحزاب رفضها مبدئية ورفضها التحاور معها رئيس الجمهورية وتعتبرنا أنها رئيس الجمهورية والسلطة القائمة يجب أن ترحل هذا هذا شعارها الأحزاب هذه الاتحاد وقت اللي بش يكمل المبادرة متاعه وينتهي منها ثم يوسع النقاش كما قال سمير الشفي هي معاش كون مش تحاور هل بش تقبل الأحزاب هذه الرافضة اللي داخل الداخل في خصومه مع رئيس الجمهورية لا مرك السياسة فيه موزين قوة يعني في لحظة معينة هذا إشكال حقيقي ممكن بش يقع فيه الاتحاد ومجموعة المنظمات والجمعيات اللي ترحل مبادرة هذه لك الاتحاد لأن الشخصيات أنفسهم فيهم شخصيات معناها عندهم موقف من رئيس الجمهورية نعم هما بدورهم موجودين في اللي جان نعرف موقفهم استضفناهم استمعنا إلى أرائهم وهك عليش قلت لك الآن اختبار الاتحاد اللي عم تنشغل كشوطة أول معناه في إطار المشروع الكبير لإنقاذ تونس اللي يسميه هو هل سيفلح وسينجح أن يوصل بهذه اللي جان إلى بر الأمان يعني بناء تصور مقبول من كل الأطراف لأنه طول فكرة كلها جنين كيفاش نلقاه مخارج لهذه الوضعية ولكن في سيغة توافقية ترذي الناس كل هل فعلا بش نلقاه حاجة ترذي الناس كل هذا بش نختبره في قادم الأيان تتصور أنت لو يقبل رئيس جمهورية بالمبادرة هذه ويقبل بمجافي مضمونها استتباعات المبادرة هذه هو فتح الحوار مع مكونات المشهد الحزبي في تونس نعرفوش المضمون بلش الناس هذو ما عنده موقف من بعض الأحزاب خليني تتعرض المبادرة على رئيس جمهورية ويقبل بها رئيس جمهورية هل يقبل رئيس جمهورية قيس سعيد التحاور مع الأحزاب اللي عندها توا قديش معناها سنة أو أكثر من سنة هما يظاهروا مسيرات احتجاجية معناها في ورافضة رافضة تماما التعامل مع السلطة القائمة بما فيها رئيس السلطة وهو رئيس الجمهورية ما نعتقدش هذا الإشكال يعني معناها سراع الشرعيات مع رئيس الجمهورية يصب جدا أنه يتفاوض معه ولكن أحزاب ماشيين في المسارة يتفاوض معه واضح إذن المبادرة هذه مبادرة من أجل من هو عميد المحامين قال من أجل إنقاذ الوطن لكن عملية الإنقاذ معناها سمير الشفي قال مش تكون في مرحلة لاحقة بالتنسيق والتشار مع الأحزاب هي الأحزاب الرافضة الأحزاب اللي محتجة اللي دخلها في عدوة في خصومها مع رئيس الجمهورية إيه ما رأي سياسة دي ناجي رأينا ياسر ناس محتاجين على بعضهم وعندهم مواقف وخطاني متوازيان وصلوا إلى اتفاقات روادهم ما في سياسة ما عندك شتيقة ياسر في التعاملات تعالى حزاب السياسيين فيما بينه باقي وبعض الرباعي اللي قود المبادرة هذه يجاوب على السؤال هذا من الآن من توا خطر لا معنى لأي مبادرة وقت اللي بشتلقى الأطراف ليزم تتفاوض معها من أجل التنفيذ ما جاء في المبادرة الأطراف هذه ما تسجيل لا أنا يبدو لي أنه سيد لميل العام أخ بيلا حزب ما فهمت أنه مش ترح عملية أنه أنا عندي مبادرة وصفرها ويقولك أنا كيني بش نعمل لي علي أنا بش نعمل تصوره نقدمه ونقول ها هو المخارج الممكنة لتونس الأزمة بين ضفرين طبعا وفق تشخيصه هو وانا قمت ويمليه عليي واجب التاريخي في نهاية الأمر الشأن اللي ساحب الشأن والقرار اللي هو رئيس الجمهورية من جهة بقيت القوى أنها تتفعل إيجابيين من عدمها لحد الآن الأحزاب غير متفاعلة إيجابيين مع مبادرة الاتحاد نحكيه الأحزاب اللي هي رافضة ما صار 25 جويلة الأحزاب اللي معها 25 جويلة اللي أحد الآن ما أبدتش مواقف متشددة من فكرة أنه الاتحاد اللي عندهم شغل يمشي في حوار أحنا الآن بيصدد الآن وضع خريط طريق للإنقاذ ليس الحوار لأنه هو وقت نتحدث الحوار نتحدث عن قوى مختلفة متشابكة نوقف التشابك ثم نتحاور الآن لا نرى قوى مختلفة متشابكة متصارعة وثم سؤال آخر معناها يزم على الأقل يلقوا له جواب اليوم معناها الرباعي في حال رفض رئيس الجمهورية القبول بالمبادرة هذه هتشوفوا مضمونها ما نعرفش نحن فقط نتوقع دين نقرأوا ما بين الأسطر بالنسبة للأسماء اللي موجودة في مختلف اللي جال ما صار قبل يقبلها ما يقبلهاش مستنعوا موفق جاب الاتحاد الكفاءات والخبراء واشتغلوا على جملة من الإصلاحات وتم تقديم مبادرة هذه صحيح وما قبلتش بها ما ينجم يجيب حد إلا رئيس الجمهورية على ذلك الحكومة حتى يعني حتى التفاة المضمون للإصلاحات هذه ما صارش في إطراءات وتروح في إطار النقاش مدامنا نحكي على الاتحاد العام من تونسي لشغل قضاة الدائرة الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماعة دعوة في القضية المرفوعة ضد المنظمة الشغيلة من أجل إبطال أعمال المؤتمر الأخير وذلك وفق ما ذكرته صحيفة الشعب نيوز عندك إذافة خليفة ونمر لي بعده يعني أنا أعتقد قلت له في السياسة ثم إكرهات داخل الواقع الوقت كفيل هل ستحتاج السلطة لهكذا مبادرة هل سيقدر المبادرون على فرض مبادرتهم هل سيتمكن المعارضة أنفسهم من حج شارع بإمكانهم يفرضوا منطقهم لأنه إذا كان نفكر بطريقة الحوار القديم والتقليدي غير شروطه غير متوفرة في الواقع الحوار التاريخي اللي تم بين الرباعي ثم اللقاء اللي عرف بلقاء الشيخين وغيره رأو كان تحت فرض الواقع الشارع الشارع كان موجود بقوة وحاسم لقول كلمته الفصل باش فرض ذلك المنطق الآن نحن ما نشفي ذلك ثانيا المعادلة ستتغير بالنسبة للسلطة نفسها لأنه بعد نهار لحد هذا سيصبح لديه برلمان يعني يقول عندي أنا برلمان وعندي إطارات أخرى ممكن نتحاور معها وداخلها ممكن الحوار يدخل داخل هذه المؤسسات ربما اللي جان اللي تسوغ الآن في مبادئ وخارط طريق ترفض أصلا هذا المسار ومعا تعترف بالبرلمان غير مخرجات هذا الحوار نمشي ونوصل أخبارنا مع تصريحات أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني اللي يقول أن اتحاد الشغل يضع نفسه تحت سقف 25 جوليا والجبهة لا تعترف بذلك وتطرح سقف الحرية والديمقراطية كما وردت في دستور 2014 مع كل أسف من السمات بتاع الوضع هذا وخطر ينزبنا نتكلم بوضع بوضع الاتحاد يضع نفسه تحت سقف 25 جوليا نحن لا نعترف بذلك ونطرح سقف الحرية والديمقراطية مثل ما جاءت في دستور 2014 نحن مقسمين ليس على الواقع اليوم أو على المقترحات للخروج منه وإنما مقسمين على الماضي على تقييم الماضي وبالنسبة لي الماضي شخصيا انتقته في حيله وأحتفظ بانتقادات إذا ولكن أقول إذا كان نبقى في القسمات الماضي سيهرب الحاضر والمستقبل بين أيدينا ولذلك لابد من وضع هذه الخلافات بين هلالين بين قوسين وإرجاءها إلى أن يتم المهمة تأعيد التونس إلى الديمقراطية فالانقسام موروث وهو حالة واقعية لا يمكن إنكارها ويجب العمل على رأب الصدع في وسط الحركة السياسية بيهي أنتما تتساءلوا على مواقف الأحزاب السياسية أولى المواقف جيف الندوة الصحفية لجبهة الخلاص وضح الموقف لجبهة الخلاص وحتى على لسان رئيسه اتحاد الشغل يقول لك وضع نفسه تحت سقف 25 جوليا ونحن ما نعترفه كان بسقف دستور 2014 هذه أولى الرسائل لهذه المبادرة هذا هو اللي كنا نحكي عليه عن هذه التساؤلات المشروعة اللي قاعدة تطرح اليوم اللي يطرح فيها الشارع السياسي وحتى الشارع العادي يعني يعني شنو مصير المبادرة هذه إذا عندك مجموعة كبيرة من الأحزاب رافضة تماما هالمبادرة هذه يعني رافضين مبدأ تقديم المبادرة إلى رئيس جمهوري إلى رئس السلطة التنفيذي يعني رافضين التحاور أصلا مع السلطة السياسية القائمة يشنو ما العمل هل بشي واصل الاتحاد في المبادرة هذه لأنه وهنا يعني مش نتسأل على عملية الإنقاذ يعني كيفاش مش تكون عملية الإنقاذ بأي أطراف بأي أدوات يعني في غياب شق مهم من الأحزاب هنا لحقيقة هذه قلت معناها يلجى هذه الأسئلة الضغطة اللي يزم اتحاد الشغل يزم يجاوب عليها من الآن هل بشي كتفيه بمجرد تقديم المبادرة إلى رئيس الجمهورية والتحاور معاه والاتفاق على مضمون المبادرة هذه والشروع في تنفيذها معناها وهك تولي مبادرة ثنائية مجتمع مدني أي منظمات وسلطة تنفيذية أو سلطة سياسية فقط معناها وتقفل حكاية غادي أو بشي تم توسيع النقاش والحوار والتفاوض على المبادرة هذه الأحزاب علما أن رأي العملية الديمقراطية رأي تقوم بالأساس على الأحزاب ديمقراطية بلا أحزاب لا تعني شيء خليفة دعوة أحمد نجيب الشابي إلى توحيد إلى ضرورة توحيد الحركة السياسية في البلاد ووضح حد للانقسامات الحصلة هل هي دعوة واقعية بالنظر إلى الواقع المشهد السياسي والجسم السياسي اللي نعيشه اليوم لا اللي كان يقول فيه السيد أحمد نجيب الشابي هو اللي يؤكد فعلا صواه برأي الشعب التونسي أن الحياة السياسية فيها كيانات حزبية لا يمكن أنها تتعايش ولا يمكن أنها تتفاهم ولا يمكن أنها تكون مع بعضها البعض تبني هاي النتيجة حاس أعطيني ثلاثة أربع قوات بإمكانها أن تتحور مع بعضها البعض مثلا مش قابلية لبعضهم البعض ما مش قابلين بعض من الأحزاب السياسية وهذا واقع وربما جزء من اللي يدفع به التاريخ لوجود 25 جويلة هي حالة الاحتراب اللي كانت موجودة في مجلس نواب الشعب بين الأحزاب السياسي مش بين النواب هي في نهاية الأمر نواب فيهم هكو وفيهم اللي نايب ما عنده حتى علاقة لا بالحزب وفيهم حتى اللي هو في الحزب خارج منطق الصراع وغيرها إلا حالة الاحتراب بين الأحزاب وصراع على السلطة بين الأحزاب هذاك اللي يعطيها الانتباع العام أن الناس تقوم بعملية عزوف مش للحياة السياسية للحياة الحزبة نعود أن نقول الناس في الشارع والمواطن العادي يتابع في الحياة السياسية ويتابع في البرنامج السياسي متاعك ملاك ويتابع في البرنامج السياسي متاع القنوات الأخرى والإذاء يعني المواطن معني بالشأن العام غير معني بالشأن الحزبي هم التوامز هم مشوعين بهذه القضية وعليش أن تحبوا الاتحاد العامة والشغل يمشي معك أنت وما يمشيش مع البقية الأطراف الأخرى هو الآن زادة مش في ويرد أنا في اعتقادي طبعا أنا الاتحاد الآن تحت سقف مسامة 25 جويلة مثلا مش اتفاقات بين السلطة والاتحاد العامة والشغل فيما يتعلق بالمسارات السياسية هم منظمة قبيلة تتفاوض على الشأن الاجتماعي تواجبها ذاك وما هو خيارة هي تيمون خيار منظويها والناس المنطوين تحت هذه المنظمة ما يبقى آآن ما نعتقدش أنا كنغزر مبادرة نسميها الإنقاذ ما نعتبر هاش متناغمة وما صار 25 جويلة عبارة الإنقاذ ملاحظة في شكل استفسار شو الفرق بين المبادرة هذه متاع الرباعي اللي قودها الاتحاد العام توصل لشغل والمبادرة اللي قدمتها منظمة الأعراف اللي هي بالأساس مبادرة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية هذي تشمل السياسية أيضا أي با الاتكاء رفضت الدخول في الجدل السياسي أو ما يسمى بالإصلاحة بالإصلاح السياسي لأنها اعتبرت أنه مش مجالها مجالها الحقيقي الحيوي هو المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كان من باب أولى وأحرى تشريك منظمة الأعراف على الأقل في الجانب المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بعد شوية نستقبل ويسين عزيزة المستشار القانوني لوزير الشؤون الاجتماعية قبل ذلك نمشي لغوضيبو القدرة الشرائية مع كخفوخ كما عودناكم نقدم لكم أفريات ونصائح جديدة منتجات أيضا تلقاها معروضة في جميع مغازيات كخفوخ على خاطر ثقتكم ثمنا وصحتكم من أولوياتنا كرفور بشي قدم لكم أحسن لحوم خدمتنا تبدأ من هنا عمل يومي دقيقي مكننا من إنتاج لحوم ممتازة على خاطرنا نهتمو بالبيانات خانيمال عجونا يعيشو في ظروف ملائمة على غليب الأصل الجيد للحيوان وكل مرحلة من حياته مهمة إذيك علش بتجاه اختيار العجول راسا فيانب مايتجاوزش عمرها في مونتاش نشهر أن دونو كريتير دو كاليتي إش نبدأ ومتأكدين من جودة المنتوج نعرو إني سيلكشون دي بوم اللي هما صغار ونراقبو تغذية السليمة اللي لازمتهم موسيقى الحيوانيتم تيانا يدبخوا دن دي زابطوار قراب مفيرمات موسيقى 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 في كرفور من بيعوش الحم كمانيس الكل بخلاف اللحمة اللبنينة المدروسة في كل تفصيلها أصلها وفصلها والمرعه للمها عم زيدة جزارة فيما يودوك باللحمة المطلوبة حسب نوع التطيب وتبديله من تبقل الطفل الحم كرفور أصالة جودة ومتابعة تميزنا عن كل موعدنا يجدد النهار الاثنين في غونديوال قدرة شرائية مع كغفوخ كغفوخ المساند الرسمي بالقدرة الشرائية فصل ونستقبل ضيفنا يسين عزيزة المسأشار القانوني لوزير الشؤون الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر